أصدر مجلس الأمن التابع للأمام المتحدة بياناً رسمياً أعرب فيه عن القلق العميق والاستياء زاء إعلان إسرائيل في الثاني عشر من فبراير الجاري عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وقال مجلس الأمن الذي يضم خمسة عشر عضواً في بيان رئاسي تم الاتفاق عليه بالإجماع إن المجلس يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود عام 1967